غسل اليدين مرحبا أصدقاء استغار اليوم سنتعلم أن أولى آداب الأكل هي غسل اليدين إذن دعونا نبدأ إن تناول الطعام شأن يومي متكرر وهو أمر هام جدا في حياة الإنسان فالطعام هو الوقود الذي يعطينا الطاقة وبناء الجسم والوقاية من الأمراض لذلك فمن الضروري اتباع منهج الله وسنة رسوله حتى ننعم بمتعة الطعام ونتفادى الضرر الناتج عن الإخلال بأدابه ما هي أداب الأكل في الإسلام؟ أحسنتم يا أصدقائي عمل رائع للأكل آداب في الشريعة الإسلامية وأولها غسل اليدين غسل اليدين قبل البدء بالطعام يجب على المرء غسل يديه بالماء والصابون قبل البدء بالطعام أو الشراب لأن اليد المتسخة تحمل آلاف الميكروبات التي تنتظر الفرصة للهجوم على جسم الإنسان بمجرد أن تجد منفذا إليه وتعتبر الأيد الملوثة السبب الأول لأغلب الأمراض الخطيرة غسل اليدين بعد الطعام لإزالة بقايا الطعام ترجمة نانسي قنقر